اشهد معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني بالنجاح الكبير لموسم الحج لهذا العام وما بدلته حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود حثيثة وملموسة لتوفير الامن والسلامة والطمانينة لضيوف الرحمن من ابناء الامة الاسلامية الذين تجاوز عددهم اكثر من مليوني حاجة وعرب الدكتور الزياني عن اعتزازه وتقديره للرعاية السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والاهتمام الكبير الذي يليه رعاه الله لضمان توفير كافة الامكانيات والخدمات لتيسير سبول اداء فريضة الحج للمسلمين من كل ارجاء العالم بكل راحة واطمئنان وعبر معاليه عن فخره بالخطط التنظيمية الناجحة التي اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مختلف المجالات الامنية والصحية والتنموية والاعلامية والرعاية الشاملة التي وفرتها لحجاج بيت الله الحرام ما كان له كبير الاثر في نجاح هذه الشعيرة العظيمة دون حوادث تذكر واكدا ان المملكة برهنت دائما على حرصها الكبير لخدمة الحرمين الشريفين ورعاية ضيوف الرحمن وتهيئة كافة المتطلبات التي تسهل للحجاج والمعتمرين والزائرين اداء شعائرهم بكل سهولة وامان